وعشان كده هناك ثلاث عبادات قلبية يمكننا القيام بيها نوحي بيها قلوبنا لتحسن الظن بالله اول حاجة الانكسار والافتقار لله سبحانه وتعالى وده بيكون باننا نتذكر نعم الله وننكسر لها ونتعرف بتقصيرنا ونطلب من الله العداية دايما نقول كده الناس فاكر الانكسار لله سبحانه وتعالى لازم يكون انكسار النقمة انه هو منكسر عشان ربنا انزل عن النقمة فانكسر لا اللي اهم من انكسار النقمة انكسار النعمة يعني ايه انكسار النعمة ان انت تنكسر من كثرة ما حملك الله من نعم فتنكسر لله سبحانه وتعالى وهينا تجد حاجة لطيفة او اوي ان من علامات صدق الحب ان يجبر فيك كل كسر فتنكب منكسرا على عتابي ويعمل ايه يجبر فيك كل كسر فتنكب منكسرا على عتابي وإن اللي حاصل فتحس بانك انت مجبور بان الله سبحانه وتعالى رفع قدرك بكل هذه العطاية واذا كانت القبلة قد حولت الى الكعبة فعلينا ان نحول قبلة ذواتنا وهي القلوب الى كعبة الله في انفسنا وهي القلب فنطهره ليستقبل انوار الله سبحانه وتعالى اللهم لين قلوبنا في عبادتك يا رب العالمين اللهم يا مالك قلبي علق قلبي بك وحدك يا رب العالمين العبادة التانية الرضا ارضى بان لا تحزن على شيء ولا تفكر في مفات انسى كل ما فقت ويكون ذلك بحمد الله على النعم اللهم اني اشهد اني راض عما رزقتني به اللهم اني احمدك حمدا كثيرا على ما اوليتني من نعم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسول فمن راضية فله الرضا فمن راضية فله الرضا العبادة التالتة ان اي عمل او عبادة تقوم بها احسن الظن بالله انه سيقابلك منها وسيقبلك بها وان الله سبحانه وتعالى اذا وعدك فان الله لا يخلف المعان نعمل بقى ايه من الاجراءات عشان يخلينا من اهل حسن الظن بالله اجلس مع الناس اللي بتنشر التفاؤل وحسن الظن بالله ويجعلك ترى المستقبل بعين البصيرة سيدنا يوسف مع اهل مصر اراهم مستقبل وبشرهم بعام يغاسوا فيه الناس وفيه يعصرون اقعد مع الناس دي متعودش مع الناس الكئيبة الناس اللي دايما تذكرك بالنقم وبالاحداث السلبية وده مش واقعية على فكرة ده وقوع وقوع في وحلة ايه سوء الظن بالله ويكون عندك خطة وبرنامج لحياتك تاني اجراء لازم يبقى عندك خطة وبرنامج لحياتك تتخططه تخطط فيه الوصول للمستقبل وانت مدعوم بحسن الظن بالله وما تستسلمش للي بيمنعك من الوصول لله سبحانه وتعالى الحاجة التالتة ادع الله بثقة لان الله سبحانه وتعالى يستحي من العبد ان يرفع يديه ثم يردهما سفرا خائبتين قول اللهم اني حسنت الظن فيك لحسن معاملتك لي فاللهم لتمنع حسن معاملتك لي لما كان مني وادم علي فضلك ومددك دايما ادعو الله سبحانه وتعالى وتقول كده لله سبحانه وتعالى فاجعل لي في غدي ومستقبلي ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هنا يبقى انت وصلت لحسن الظن بالله وسعتها تبقى قلبك انفتح وانشرح وكمان انت الان في حضرة مولاك اشتركوا في القناة